اجراءات امنية مشددة في الولايات المتحدة تستبق وعيد الشكر احد اكثر الاعياد ازدحاما على طول العام الرئيس الامريكي باراكوباما الذي اجتمع في البيت الابيض مع كبار مستشاريه للامن القومي استبعد وجود مؤامرة تستهدف بلاده على غرار ما حدث في باريس سعيا منه لطمأنة الامريكيين القلقين قبيل انطلاق موسم الاعياد لا يوجد معلومات استخباراتية محددة او موثوقة عن وجود خطط لشن هجمات على اراضينا وذلك بناء على اخر المعلومات التي تم اطلاع عليها قبل قليل وبالرغم من رسائل التطمين هذا الا ان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وجه ادارات الشرطة في انحاء البلاد المختلفة باتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر فيما تم تكثيف الاجراءات الامنية في مختلف المطارات والاماكن العامة وجميع المراكز الحيوية في البلاد جميع الاجهزة الامنية والاتسخبراتية يقضى وتعمل على مدار الساعة لمراقبة الوضع الامني في البلاد وحماية المواطنين اما في مدينة نيويورك التي تشهد ذروة موجات الصفر في هذا الوقت من العام فقد شهد مسؤولوها في العديد من المناسبات العلنية في الايام الاخيرة في محاولة لطمأنة سكان المدينة والسياح الاجانب اذلك بعد نشر تنظيم داعش فيديو لتهديدات تشمل مدينة نيويورك والعاصمة واشنطن كما اصدرت الخارجية الامريكية تحذيرات لمواطنيها من السفر الى الخارج ملايين الامريكيين يستعدون للسفر لقضاء عطلة عيد الشكر حالة من الخوف الدفين تستبد بالكثير منهم سيما بعد هجمات باريس الاخيرة فيما تحاول السلطات الامنية والسياسية التأكيد على جاهزيتها في صد اي مؤامرات قد تستهدف امن الامريكيين محمد الاحمد سكاي نيوز عربية واشنطن ترجمة نانسي قنقر